بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلاب الصف الخامس أهلاً وسهلاً بكم في هذا الفيديو الجديد على قناة الأستاذ رائد المساعيد نفتح كتابنا كتاب الطالب من مادة الرياضيات إلى الصفحة الرابعة والستين ونكمل الدرس اللي كنا شغالين في المرة الماضية طبعاً ببدأ الدرس عندي من أتحقق من فهمي بالنسبة للموجود هنا هذا تابع للصفحة السابقة تكلمنا عنه في الصفحة السابقة أتحقق من فهمي بحكي لهون أجد قيمة X في الشكل المجاور أجد قيمة X في الشكل المجاور هون في عندي شكل موجود في عدة زوايا أتسألك سؤال بالله خنشوف ما تذكرين الدرس الماضي ولا لا هاي الزوايا هل هي زوايا على خط مستقيم ولا زوايا حول دائرة بالتأكيد إنها زوايا حول دائرة كيف عرفنا يا أستاذ لأنها من كل الاتجاهات وكأنه فيهن في الوسط دائرة وأحطناها بزوايا من كل الاتجاهات إذن هاي زوايا حول نقطة زوايا حول نقطة اسمها طيب هل هذا إيش يا أستاذ مهم عشان نقدر نحل نعم مهم عشان نقدر نجد قيمة X كيف؟ كالتالي عشان أجد قيمة X هاي قيمة X بدي أنا ألاقي قيمة X اللي هي هاي طيب يساوي الخطوة الأولى مثل ما تعلمنا قبل هاي أنا بذكركوا فيها إنه بنحط 360 ناقص أستاذ ليش حطنا 360 ناقص؟ لما يكون في عنا زوايا حول نقطة زوايا حول نقطة فهاي الزوايا مجموحها بيكون 360 تتذكروا هاي المعلومة؟ لما يكون عندي زوايا حول نقطة مجموحها لازم 360 تمام؟ فبالتالي لما أجع عشان أعرف قيمة زاوية مجهولة الخطوة الأولى أنه أحكي 360 ناقص 360 ناقص وبدأ أحكي مجموع وبدأ أنقص أطرح 360 من مجموع باقي الزوايا طيب إيش قلتك يا أستاذ؟ يعني بدي أجمع الزوايا الثانية بدي أجمع المية وعشرين زائد الخمسطعش زائد الأربعين زائد الثمانين بدي أجمعهم مع بعض كلهم هون بدي أعمل عملية الجمع هون والنتيجة نتيجة الجمع أطرحها من 360 هيك أخذنا المرة الماضية وهيني بذكركوا فيها طيب شو رح نعمل بين قوسين هون؟ رح نعمل جمع لباقي الزوايا للزوايا المعلومة كلها بنيجي هون ثمانين هاي ثمانين شو أحط هون؟ ناقص ولا زائد؟ زائد لأنني بدي أجمعهم ثمانين زائد أربعين وهي أربعين زائد خمسطعش وهي خمسطعش زائد مية وعشرين وهي مية وعشرين طيب هيني بدي أجمعهم المجموع أو الناتج الجمع رح أطرحه من 160 طيب أستاذ نجمعهم على جنب؟ نعم نجمعهم على جنب حتى ما نغلط مية وعشرين هاي ثمانين هاي ثمانين زائد أربعين وهي أربعين زائد خمسة طعش وهي خمسة طعش زائد مية وعشرين وهي مية وعشرين نرتبهم تحت بعضهم بشكل كويس الأحاد تحت الأحاد العشرات تحت العشرات صفر زائد صفر زائد خمسة زائد صفر كم المجموع؟ طبعا خمسة طيب ثمانية زائد أربعة اثناش اثناش وواحد ثلاثة طعش ثلاثة طعش واثنين خمسة طعش هاي خمسة وهي واحد في اليت واحد واحد اثنين ميتين وخمسة وخمسين إذن هاي الأرقام هاي الأعداد كم طلع مجموحها 255 الميتين وخمس وخمسين هو إيش مجموح الزوائل المعلومة إذن شب أحكي هون يساوي الـ 360 ما غيرت عليها إشي صح ناقص هاي لما جمعناها كم طلع عندي طلع عندي 255 ناقص 255 حلو ويساوي 360 ناقص 255 إذا ما تقدر تطلعوهم ذهنيا حطوهم تحت بعض واطرحوا 360 ناقص 255 يساوي 105 105 إيش طبعا درجة إذن X كم تساوي 105 درجة واضحة أمور هاي نحلينا إن شاء الله الحمد لله هذا الشكل حلينا X وعرفنا قيمتها نأخذ فاصل قصير ثم نتابع ننتقل الآن إلى أتدرب وأحل وأحل المسائل بحكي لي هون أجد قيمة X في كل مما يلي بدي ألاقي قيمة X X طبعا هي الزاوية مجهولة بداية أول شيء زي ما حكينا قبل شوي بسأل حالي سؤال شو نوع هاي الزوايا؟ هل هي زوايا على مستقيم؟ ولا زوايا حول نقطة؟ اللي شايفينه هون إحنا عنا إنها زوايا على مستقيم زوايا على مستقيم هاي في عندي زاويتين هاي الزاوية الأولى وهاي الثانية الزاويتين هذول مع بعض موجودات على مستقيم بمثله مستقيم طيب المعلوم هاي ليش مهمة؟ عشان أعرف إنه مجموع هذول الزاويتين رح يطلع 180 مجموع الزاويتين 180 ليش يا أستاذ رح يطلع مجموع الزاويتين على 180؟ لأنه الزوايا يلي على مستقيم مجموحها 180 طيب كيف نحلها؟ أول شيء بنعرف إكس صحيح؟ إكس تساوي شو الخطوة الأولى؟ تذكروا؟ الخطوة الأولى رح نحكي 180 ناقص 180 ناقص أستاذ قبل شوي في المسألة السابقة حكينا 360 ناقص طبعا لما تكون زوايا حول نقطة من كل الجهات بنحكي 360 ناقص لكن لما تكون زوايا على مستقيم مش من كل الجهات هاي من كل الجهات؟ لا يا أستاذ مش من كل الجهات بس على مستقيم خلص لما تكون على مستقيم بتكون 180 ناقص واضح الأمور من كل الجهات 360 ناقص بس على مستقيم 180 ناقص طيب شو الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية أنه أحط مجموع الزوايا المعلومة الزوايا المعلومة كم واحدة عندي؟ بس واحدة يا أستاذ طبعا نحن نحكي عن واحد الفرع واحد من حل هنا الزوايا المعلومة عندي بس 75 خاص ممتاز بنحط 75 ناقص 75 لو في زوايا ثانية كان جمعناهم بس ما في غير هي طيب ويساوي 180 ناقص 75 تساوي 100 105 واللي بده يعني يحطهم 180 ناقص 75 تحت بعض ويناقصهم رح يطلع معه 105 درجة إذن X تساوي 105 وهي بده حطهم تحت بعض وأطرحهم عساس إذا يمكن في عندنا ناس يكونوا ضعاف شوي في الطرح بس لازم يحلوا هاي المشكلة الصفر ما بينطرح منه خمسة هاي بتصير سبعة نستقرض الصفر بيصير عشرة عشرة ناقص خمسة يساوي خمسة سبع ناقص سبعة صفر والواحد تنزل 105 واضح الأمور إذن 105 درجة نروح على 2 على 2 هذا الفرع الثاني الفرع الثاني نفس الشي بده أجد قيمة X هاي قيمة X هاي قيمة X هل قلنا أكبر الشاشة حتى تصير أظهر هاي في عندي هون زاوية اللي هي X وفي عندي طبعا هي كل الزوايا عبارة عن ثلاث زوايا عندي مستقيم المستقيم عليه ثلاث زوايا هاي الزاوية الأولى هاي الزاوية الأولى طيب وهاي الزاوية الثانية وهاي الزاوية الثالثة حلو؟ أول سؤال بسأله حالي لحالي شو هو هل هذه الزاوية على مستقيم ولا حول نقطة؟ بينا على مستقيم طيب الخطوة الثانية بحكي X يساوي 180 ناقص احنا حكينا ليش 180 ناقص لأنها على مستقيم لو حول نقطة كان حكينا 360 180 ناقص ناقص إيش مجموع الزوايا المعلومة كم زاوية عندي عندي أكثر من واحدة بإذن بنفتح لهم قوسين لما يكون عندي أكثر من زاوية بنفتح قوسين الزاوية هاي كم الزاوية هاي 90 أستاذة مش مكتوب 90 كيف عرفت إنها 90 لأنها زاوية قائمة دايما الزاوية القائمة 90 طيب ما شالحالة أستاذ الزاوية القائمة 90 بس كيف عرفت أصلا إنها قائمة من خلال هذا الشكل هذا الشكل لما تشوفوه على زاوية يعني النتيجة بتكون زي مربع هذا الشكل معناته إنها هاي الزاوية قائمة تمام إذن هاي الزاوية قائمة الزاوية القائمة كم قياسها 90 درجة طيب الآن بدي أجمع الزوايا المعلومة هاي الزاوية المعلومة الأولى 90 وكمان 20 شو عمل فيهم أجمحهم زائد هاي ثمانين زائد عشرين هاي جمعناهم ويساوي المية وثمانين ما عليها تغيير لحد هسا هاي مية وثمانين ناقص ثمانين زائد عشرين كم يساوي مية طيب ويساوي مية وثمانين ناقص مية طبعا ايش ثمانين طبعا درجة إذن X كم تساوي X تساوي هاي X تساوي 80 هاي صار عندي 80 نكتب هون 80 درجة واضح أمور إن شاء الله بدي أحذركم من شغلة غلطة ديروا بالك وتقعوا فيها مصيب إذا وقعتوا فيها ديروا بالك واحد يجي يقول 180 ناقص 80 لا مش زي هيك ديروا بالك لأنه إذا سوت هيك 180 ناقص 80 100 تمام 100 زائد 20 120 اختلف الجواب مش زي هيك بنحل اللي بنحله إحنا كالتالي اللي بين أقواس يتم حله أولا اللي بين أقواس يتم حله أولا بنجمع الزوايا المعلومة أولا قبل ما نطرحها من 180 أو من ال 360 والحوامور هاي حلناها وإذا بنروح إن شاء الله إلى السؤال التالي بعد هذا الفاصل القصير الآن التالي عندي هون أحدد هون بيحكي لي أحدد إذا ما كانت الزوايا المعطاة قياساتها في كل مما يأتي تمثل زوايا على مستقيم إذن الأمور بسيطة بدي يعني أحدد أعرف أحدد إذا الزوايا إذا الزوايا على مستقيم هون في عندي أربع مجموعات من الزوايا بدي أشوف كل مجموعة أطلع على المجموعة هاي المجموعة من الزوايا بدي أعرف هل هاي الزوايا على مستقيم هل هي على مستقيم ولا لا إيش رأيكم كيف نعرف إحنا قلنا قبل أن الزوايا يلي على مستقيم الزوايا يلي على مستقيم مجموحة 180 تتذكروا هذا الشيء؟ الزوايا على مستقيم مستقيم مجموحة 180 لا تخربطوا بينها وبين الزوايا يلي حول نقطة هذيك 360 طيب الزوايا على مستقيم 180 واضح الأمور فأنا باجع المجموعة هاي من الزوايا بجمحهم إذا طلع المجموعة 180 معناته زوايا على مستقيم بتكون حققت الشرط إذا طلعت إشي ثاني أي رقم غير الميوثمانين معناتها ليست زوايا على مستقيم واضح الأمور؟ إذن رح نشتغل إن شاء الله على هذا الأساس طيب نيجي هون أول شيء في عندي الفرع الثالث بحكي لي هون 55 و46 درجة و65 درجة شو رح أعمل؟ طبعا رح أعمل لهم جمع رح أجمحهم مع بعض فباجي هيك على الدفتر أنا بحكي هذا الفرع الثالث طيب 55 هاي 55 زائد 46 هاي 6 و40 زائد 65 وهي 5 و60 بروح أجمحهم خمسة وستة طبعا 11 11 وخمسة 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 16 وهي 16 واحد وخمسة ستة ستة وأربعة عشرة عشرة وستة ستة 16 16 166 166 درجة إذن مجموع هاي الزوايا طلع كم؟ 166 درجة شو رأيكوا أنتو؟ هل هاي زوايا على مستقيم؟ طبعا لا ليش؟ لو كانت زوايا على مستقيم كان طلع مجموحة 180 لكن هاي مجموحة مش 180 إذن إيش؟ بحكي ليست زوايا على مستقيم ليست زوايا على مستقيم هيك بنكون حلينا هذا التمرين بكون عرفت المعلم أو المعلمة أنا جمعتهم وبعرفت ومن خلال هاي الطريقة عرفت إنها ليست زوايا على مستقيم لأنها ليست 180 طيب خلينا شوف يلي التالي الفرع الرابع في عندي أربع زوايا هون في عندي كم زاوية؟ أربع زوايا نفس الفكرة بدي أجمحهم إذا طلع المجموعة 180 بتكون على مستقيم ما طلعت 180 بتكون ليست على مستقيم هاي بنحكي هون الفرع الرابع طيب 120 بنجمحهم 120 زائد 15 وهي 15 زائد 25 وهي 25 وعشرين زائد 20 وهي 20 طيب نجمحهم 0 و 5 و 5 و 0 طبعا مجموعة هاي 10 0 وباليد 1 1 و 2 3 1 4 2 6 2 8 هاي 8 وهي الواحد بنزل هون أها 180 درجة كم طلعت 180 درجة شو رايكو إذن هاي زوايا على مستقيم إذن زوايا على مستقيم زوايا على مستقيم السبب إنها المجموع لأنه مجموع هذه الزوايا 180 واضح الأمور طيب خلينا نشوف الفرعين اللي ظلوا هون عندي أها فرع 5 وفرع 6 إذن القضية الرئيسية إن أذكر إنها الزوايا يلي على مستقيم مجموحها 180 خلينا نشوف الفرع الخامس الفرع الخامس عندي كم زاوية بس ثلاث زوايا شو رأي أعمل طبعا أستاذ من نجمحهم صحيح؟ نعم نجمحهم ونشوف نطلع المجموع 180 ولا لا 63 زائد 67 زائد 50 نجمحهم هون تحت بعض 63 زائد 67 زائد 50 وهي 50 صليتوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام 3 7 10 0 لسه بعدها 10 0 1 باليد 1 6 7 طب 7 زائد 6 13 13 وخمسة 18 180 معناته أستاذ هاي زوايا على مستقيم صحيح؟ نعم إذن هاي زوايا زوايا على مستقيم ممتاز في عندي الفرع السادس الفرع السادس كم زاوية عندي؟ 1 2 3 4 5 5 6 زوايا شو رأي أعمل؟ طبعا بالتأكيد بدي أجمعهم فيه إش جديد؟ ولا فيه أي شيء جديد أجمعهم طلع 180 زوايا على مستقيم طلع إش ثاني ليست زوايا على مستقيم نجمعهم طبعا هذا الفرع السادس صحيح؟ عشان أكتب باللفتر هيك 10 هاي العشرة وأربعين وهي أربعين 31 هاي واحد وثلاثين 23 وهي ثلاث وعشرين وثلاث وسبعين وهي ثلاث وسبعين ونجمع صفر وصفر وواحد أربعة أربعة سبعة وهي سبعة واحد وأربعة خمسة خمس وثلاث ثمانية ثمانية واثنين عشرة وسبعة سبعتاش سبعتاش شو رأيكم؟ لا يا أستاذ ليست زوايا على مستقيم لأنها ليست لأن مجموحها ليست مئة وثمانين إذن نحكي ليست زوايا على مستقيم واضح أمور ليست زوايا على مستقيم نأخذ فاصل ثم إن شاء الله نكمل التمرين التالي والآن في آخر تمرين في الصفحة رقم 64 طبعا إذا حسنا حالكم مستفيدين لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيكم إن شاء الله أشعارات كل ما نزل فيديو ويريد تحكي لأصدقائكم عن قناة رادي المساعد حتى يحضروا فيها للصف الخامس إنجليزي ورياضيات ويستفيدوا إن شاء الله بحكي لي هون أجد قيمة X في كل مما يأتي طبعا ما في إش جديد نفس الأفكار قاعد تتكرر وبتصور كل ما له بتصير الأمور أسهل وأسهل إن شاء الله بدنا نلاقي X يعني هاي الزاوية المجهولة نجعل الفرع السابع هنا هاي سبعة طبعا هذا الفرع السابع طيب في عندي X وفي عندي مجموعة زوايا أخرى أول سؤال بسأل لحالي بتتذكروا شو هو شو نوع هاي الزاوية هل هي على مستقيم أم حول نقطة طبعا حول نقطة لأنها من كل الجهات الفطوة التالية أنه بدي أعرف قيمة X بحكي X تساوي شو أحكولي هون شو أكتب طبعا 360 ناقص ناقص إيش ناقص مجموع الزوايا الأخرى إذن زي ما اتفقنا أنه الآن هسا بعد 360 ناقص بنفتح قوسين هاي فتحنا القوس وبنجمع الزوايا المعلومة يعني 75 زائد 150 زائد 55 هاي 75 زائد 150 لا 150 150 طيب زائد ايش 55 سكرنا القوس ليش نحطهم بين قوسين عشان نعمل الجمع بالأول ما حدي يطرح 360 ناقص 75 خطأ تجمع هذولا اللي بين أقواس بعدين نتطرح الناتج من الـ 360 الخطوة التالية يساوي 360 لحد هسا ما تغير عليها أشياء هاي 360 ناقص بدنا نجمع هذول نحطهم تحت بعض ونجمعهم هاي 55 زائد 150 وهي 150 زائد 75 وهي 75 خمسة وخمسة عشرة ستة وخمسة 11 وسبعة 18 وهم 200 وثمانين 200 وثمانين رح نكتب هنا إذن مجموع الزوايا المعلومة 280 هذا الناتج أريد أن أطرحه من الـ 360 ويساوي 360 ناقص 280 كم يساوي طبعا يعطيني كم يعطيني 80 80 درجة إذن X تساوي كم 80 وهي X تساوي 80 درجة صليت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله هسا نروح للفرع الثامن الفرع الثامن طبعا مني ننتبه إلو زياد شوي مش لأنه صعب بس في نقطة هيك إضافية في عندي هون أربع زوايا الزوايا هاي حاول نقطة صح حاول نقطة من كل الجهات إذن عندي زوايا حاول نقطة مجموحها لازم 360 لكن أنا هون في عندي زاوية واحدة معلومة لحد هسا اللي هي 45 بده يعني أعرف قيمة X هو بطلب مني فوق حكالي أعرف قيمة X طب أستاذ كيف بدي أعرف قيمة X وأنا في عندي Xين X هون وX هون وفي عندي Y مش معلومات شوفوا كيف الأمر بسيط أنا في عندي هون مستقيمين تمام تقاطعوا صحيح نعم صحيح لما يتقاطع مستقيمين شو اللي بيصير كل زاويتين كل زاويتين متقابلتين بيكونوا متساويتين يعني هاي الزاوية هاي الزاوية نفس مقاس هاي الزاوية اللي قبالها واضح الأمور طيب ماشي أستاذ وهاي الزاوية X نفس قيمة X اللي قبالها X مثل X وY رح تكون مثل إيش مثل هاي يعني Y قديش رح تكون آه رح تكون 45 درجة أستاذ إذن Y صلصة 45 درجة بكتب هون 45 درجة أي 45 درجة Y 45 درجة كيف عرفت؟ لأنها نفس مقاس الزاوية المقابلة إلها التقاء مستقيمين عفوا تقاطع مستقيمين الزاوية الناتجة كل زاويتين متقابلتين بتكون لهم نفس المقاس واضح أمور؟ طيب إذن Y عرفناها 45 حلينا وحدة شو ظل عندي؟ ظل عندي X اللي هون وX اللي هون كيف بدي أعرف يا أستاذ؟ بسيطة أنا كم عندي X 1 أو 2 يعني هل لما أجي هون هل أحط X هيك لو أعملت هيك خطأ تعرفوا ليش؟ لأنه أنا ما عندي X 1 عندي X 2 2 X إذن باجي هون بحط بدل X 2 X وعرفتوا أنتوا ليش حطين 2 X لأنه أنا عندي X 2 مش 1 طيب 2 X يساوي مثل دايما شو بنحط هون 180 ناقص أو 360 ناقص بما أنها زاوية حول نقطة زاوية حول نقطة بنختار 360 ناقص هاي 360 آها 360 ناقص ناقص إيش؟ مجموع الزاوية المعلومة الزاوية المعلومة كم عندي صاره 2 45 زائد 45 صحيح؟ نفتح قوس 45 زائد 45 لحد هس الأمور تمام صحيح؟ ويساوي الـ 360 ما غيرنا عليها إيش لحد هسه ناقص بدنا نجمع اللي بين قوسين من الأول شو رايكو 45 زائد 45 كم؟ حطوهم تحت بعض واجمعوهم بيطلع معاكو كم؟ 90 واضح الأمور؟ هاي 45 عشان إذا في ناس ضعاف بتجمع كمان مشكلة صحيح 55 10 4 4 8 1 9 90 إذن صار عندي 360 ناقص 90 ويساوي 360 ناقص 90 كم يساوي؟ يساوي 270 نحطهم تحت بعض عشان تتأكدوا هاي 360 ناقص 90 0 ناقص 0 6 ناقص 9 ما بيصير بس تقرد من الثلاث بيصير 2 و 6 بيصير 16 16 ناقص 9 طبعا 7 والاثنين بتنزل 270 270 270 أيش درجة يعني لاحد ترى فكرة لاحد يجي يكتب هون X تساوي 270 خطأ طب ليش يا أستاذ هاي الجواب 270 لا يا جماعة الخير انتبهوا 270 هاي مش قيمة X هاي قيمة 2X يعني قيمة هاي وهاي واضح الأمور قيمة هذول الاثنين مع بعض هس أنا بدي أعرف قيمة كل واحدة منهم هل تعرف هل تساوي؟ بسيطة 2X الـ X هذول الزاويتين قيمتهم 270 عشان أعرف كل واحدة منهم كم بدي أقسمه على اثنين لأنهم متساويات بما إنهم متقابلات إذن شو بتساوي 2X تساوي 270 معنى الـ X الواحد الـ X الواحد يساوي 270 270 تقسيم 2 صحيح تقسيم 2 إذن 2X تساوي 270 معناته الـ X الواحد شو يساوي؟ بدي أقسم هاي على اثنين لأنه 270 هاي قيمة الـ X فعشان أعرف قيمة كل X لحاله بدي ألاقي نص الـ 270 نص هاي يعني قسمها على اثنين ويساوي قسمها على اثنين بيطلع معك 135 درجة يعني X تساوي 135 درجة يعني X هاي 135 درجة و X هاي اللي هون 135 درجة واضح أمور إن شاء الله طبعا ما بيعرف يعني يقسمها قسمة طويلة بتطلعió معها سهلة هاي 270 هون تقسمها هون مثلا 270 تقسيم اثنين تقسيم اثنين وهي تقسيم اثنين اثنين تقسيم اثنين واحد واحد ضرب اثنين 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 نخص الآخر سبعة تنزل السبعة سبعة تقسيم اثنين فيها ثلاث ثلاث ضرب اثنين فيها ستة نقص بيطلع عندك واحد الصفر بنزل عشرة تقسيم اثنين خمسة خمسة ضرب اثنين عشرة صفر اذا مية وخمس سبعين بالفعل اذا مية وخمس سبعين واضح امور جانبات الخير ان شاء الله انه نلقاكم في شرح الصفحة القادمة سيد رائد مسعيد يحييكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته